اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بل اضخم الحيوانات المفترسة على الاطلاق ولا ينازعه في عرشه سوى ذكور الدب القطبي الذين يماثلونه من حيث الحجم تقريبا الا ان الدب البني يتفوق عليه في اغلب الحالات بفروق بسيطة الدب البني على اختلاف انواعه يمتلك اسلحة خارقة للعادة هي ما تجعل منه خطرا وتجعله الاقوى فمثلا الفك والاسنان عضلات فكية الدب البني غاية في القوة بفضل ما ترتكز عليه من عضلات قوية معززة بعدد غير قليل من الاسنان الطاحنة تقدر بحوالي 42 سنة وهذه الاسنان تقسم الى اربعة انياب مدببة بالغة الحدة مدعمة باثنى عشر سن قاطع وعشر ادراس طاحنة وفقا لتقدير علماء الطبيعة فان عضة الدب البني تفوق في قوتها الاسد ثانيا السرعة مهما بلغت سرعة الفريسة فانها من الصعب ان تنجو من قبضة الدب البني الفتاكة حيث ان هذا الدب تفوق سرعته اعلى السرعات المسجلة بالولمبياد ثالثا القوى العضلية دخامة الدب البني الهائلة لا تتشكل من الشحوم والدهوم فحسب بل ان تلك الدخامة تتشكل من كتل عضلات متلاحمة بالغة القوة وبغد النظر عن المخالب والعضلات والانياب فان لطمة واحدة من تلك الدراع كفيلة بكسر الاعمد الفقرية للكائنات الاخرى المخالب المخالب هي اكثر الاسلحة التي يعتمد عليها الدب البني في سراعاته المحتدمة تعد المخالب المعقوفة قليلا لهذا الدب هي الاطول في عالم الدبابة اذ ان المخالب بالاطراف الامامية يبلغ طولها حوالي 6 سنتيمترات اما مخالب الاطراف الخلفية فهي الاطول وتصل الى حوالي 10 سنتيمترات الا ان الدب الاسود يتفوق على منافسه البني من حيث حدة المخالب يصبح تصور الاقرب للمنطق وان ذلك النوع من الدبابة يعتمد على اللحوم كمصدر رئيس للغذاء لكن الحقيقة تأتي على نقيد ذلك تماما اذ ان الدب البني يتغدى على اكثر من 200 نوع مختلف من الاعشاب والنباتة بل ان النباتة تشكل 75% من مصادر غذاء الدبابة اما نسبة 25 الباقية فانها تضم انواع اخرى من الغذاء بجانب استراسة تديات الاضعف فبمقدور الدب البني ان يتغدى على الحشرات اضافة الى غذائه المفضل وهو العسل دخامة الدب البني وثقل وزنه لم تضعف مهاراته كصياد او كمقاتل امام ما يمتلكه من اسلحة خارقة متمثلة في الانياب والمخالب والقوة العضلية تصير احتمالات نجاة اي كائن يدخل في سراع معه قريبة من الصفر وما ان تنهك الفريسة حتى ينقض عليها بانيابه فيجهز عليها في ثواني معدودة دخامة الدب البني وثقل وزنه تشكلان ميزة بالغة الاهمية بالنسبة له فهي بالضبط العوامل التي تعينه على التمكن من صيد فرائسه المائية في الحقيقة ان الدب البني ليس نوع منفصل منفرد بداته بين الدبابة يقصد به الاشارة الى جنس من الدبابة يندرج تحته انواع عدة جميعها يطلق عليها اسم الدب البني وكل منها له اسم يميزه وحده ويشار به اليه بجانبي ان جميع هذه الدبابة البنية تملك خصائص جسدية متقاربة الى حد التطابق وهو ما يجعلها تشكل ذات الخطورة على البشر والكائنات الحية في نطاق ممالكها ومن هذه الانواع دب كامشاتكا والدب الأوراسي والدب السيبيري وايضا دب كودياك والدب البني السوري وايضا الدب أسوري والكثير من انواع الدبابة الاخرى اشتركوا في القناة